الله يسعدك والثاني يا أخي الحديد هل لي حق يعني أني أتابع مرتي في مهرها مثل تدلالها تدلخوها أو لا الحق تتصرف فيك كيف ما أشاءت يعني زوجتي أتتل ما ذهب لزوجها دون علم يعني لآلها دون علم هو ذهبوها ومالوها ويأحقوا به يعني ما ليش حق أقول لازم هذا زينتك وهذا تلبسيه ولا تعطيه يعني ما ليش حق في ذلك لا ما ليش حق في ذلك شكرا يا أخي والدعوات أثلاثة حربنا منها وجزاك الله أقول الله يحفظكم ويسلمكم هل أنت عندكك المصريين تكتبون الذهب في قائمة أساس ويكون دين عندك لها ولا لا لا يا أخي عزيزي أنا وفيك المهر كامل أيوة لكن أقصد ما في قائمة عندنا في مصر الوضع يختلف شوي يعني في مصر يكتبون المهر عن قائمة أساس تأسيس البيت البيت مؤسس بكذا وكذا يكتب في قائمة للزوجة والزوجة مستأمن عليه فأحيانا نضيفون إليها أحيانا نضيفون إلى القائمة الذهب فيكون الزوجي معنى أنه مسؤول عن الذهب فإذا دقق لمسؤولياتي عنه لهم وضع أو تكتب أن تنازلت عنه لا يا أخي العزيزي أنا أقضيها مهر محدد ما حسبت كميات كاملة بس أنية مثل ما تقول أن تقضيها وضعها لها بدون ما تقول لي تقول أعطيتها لي ولا استعذنت هذا لي زعني بس الله يكيرك لا ولا تزعني